على الصعيد الاقتصادي يواصل معدل التبادل التجاري ارتفاعه لسيما في ضوء اهتمام الدنمارك بزيادة استثماراتها في مصر بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات 25 مليار جنيه خلال 2019 حيث تصدرت الخضروات والفواكه قائمة الصادرات المصرية للدنمارك تطور ملحوظ في التعاون الاقتصادي بين مصر والدنمارك خلال السنوات الماضية انعكسا على معدل التبادل التجاري الذي ارتفع بشكل كبير مدعوما بتوفق القيادة السياسية في البلدين في العديد من المجالات في مجال السلع والخدمات بلغ حجم التبادل التجاري 25 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية حيث تصدرت الخضروات والفواكه قائمة الصادرات إلى الدنمارك وتسعى مصر إلى حث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في الدنمارك من خلال موافاة الجهات المعنية بصورة منتظمة بقائمة بأهم هذه المعارض ومعروضتها من السلع ذات الأهمية التصديرية لمصر كما يتم التنسيق بين الجانبين من أجل تنظيم زيارات لوفود تجارية من الدنمارك للتعرف على واقع وإمكانيات الصناعات المصرية لا سيما في المدن الجديدة وللدنمارك استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات في مصر بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل البحري والطاقة والغذاء والزراعة فضلا عن الاهتمام الدنماركي الحالي بالاستثمار في الطاقة الخضراء وترتبط مصر والدنمارك باتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تم توقيعه في عام 1996 سهل جذب الاستثمارات والتبادل التجاري البيني والتعاون الاقتصادي المشترك وتحتل الدنمارك المركز الحادي والعشرين بين دول العالم المستثمرة في مصر برأس مال مصدر يقدر بواحد فاصل أربعمائة وعشرين مليار بنيها فيما يقدر عدد الشركات المنشأة بنحو مائة وأربع شركات